مستقبل سمو الرائد الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة بقاعدة الصخيرة الجوية مساء اليوم عددا من المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين والمشاركة في عملية عادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الاستقبال رحب سمو قائد قوة الحرس الملكية الخاصة برجال مجموعة قوة الواجب الخاصة بقوة دفاع البحرين كما أعرب عن شكره وتقديره لهم على ما يبدلونه دائما من تفال وجهد مخلص في أداء الواجب الوطني المقدس ضمن صفوف قوات التحالف العربية الداعم للشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية كما أشاد اسمه بتضحياته من نبيلة المرتكزة على الشجاعة والإقدام على تأدية الواجب الوطني لنصرة الحق ومشاركة أشقائهم لعادة الشرعية إلى جمهورية اليمن الشقيقة حضر الاستقبال عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وعدد من أهالي المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاص بقوة دفاع البحرين اشتركوا في القناة